اشتركوا في القناة من هذه الجهة والمتطوعين من المهم جدا أن يكون في هذه الجلسة شرح كامل ومبسط لجميع السياسات والتوجهات والغايات والأهداف التي تسعى لتحقيقها هذه الجهة من خلال هذا البرنامج التطوعي لأنه في النهاية كل المتطوعين الموجودين في بداية البرنامج جايين من مختلف الأماكن ومختلف الخلفيات ومختلف الزوايا وبالتالي فإنه هذه الجلسة التحضيرية أساسية جدا لوضع الجميع على نفس الصفحة وبدء البرنامج التطوعي بشكل موحد ومرتب إضافة إلى أن هذه الجلسة رح يكون فيها توفير كل المعلومات المطلوبة والأساسية كل أطراف الخيوط الأساسية والمهمة في هذا البرنامج رح يتم توفيرها في هذه الجلسة الإرشادية بما فيها نقطة التواصل الأساسية اللي ممكن أي متطوع يلجأ لها في هذا البرنامج ومن ثم المحور الثاني يتم تقديم تدريب لهؤلاء المتطوعين على موضوع التواصل لأن الجهة لها طابع عام ولها غاية معينة ولها هوية بصرية متعلقة فيها ولها أيضا أساليبها الخاصة في التواصل فمن المهم جدا أن يتم توصيل هذه الأمور لهؤلاء المتطوعين لأنه لما يبدأ البرنامج التطوعي رح يكون الأفراد بشكل عام يشاركوا هذه الأعمال التطوعية في مواقعهم الاجتماعية وفي قنواتهم الخاصة لذلك من المهم تدريبهم على ما يتناسق مع توجهات وطابع هذه الجهة بالشكل الأساسي تطرقنا سابقا لأهمية الاجتماعات الدورية ما بين الجهة والمتطوعين أو ما بين أعضاء الفريق التطوعي الواحد للتأكيد يجب دائما أن يكون هناك محاور أساسية لا غنى عنها وهي الأكثر حساسية وأهمية من خلال الاجتماعات الدورية عند كل وضع أو يوم فاصل في هذا البرنامج التطوعي بحيث يتم التطرق لهذه المحاور الأساسية والحساسة يتم التأكيد عليها وعدم خروج المتطوعين عن هذه الحدود والمحاور بشكل عام والتي ستساعدهم فعليا في عيش الغاية الأساسية واستذكار وتذكر الأهداف الأساسية من هذا البرنامج التطوعي المحاور الأخير فيما يخص التواصل ما بين الجهة والمتطوعين هو التأكد من وجود قناة واضحة وسلسة ومبسطة لتقديم المتطوعين لأي آراء أو اقتراحات أو انتقادات فيما يخص العملية التطوعية كاملة وكل تفاصيل البرنامج التطوعي يجب التأكد من خلال هذه القناة أن تقوم الجهة بفتح كل الأبواب لاستماع الأفكار والاختراحات من هؤلاء المتطوعين في كل وقت وبكل الأشكال وإذا كان هناك فقط مسؤول واحد للتعامل مع المتطوعين يجب التأكد أنه ليس هناك أي حرج لتقديم الانتقادات أو الآراء وإذا كان هناك حرج أو توقع لهذا الشيء فيجب عمل طريقة أخرى تضمن عدم وجود أي حساسية أو حرج في تقديم أي انتقادات أو مرئيات في البرنامج التطوعي وحيانا ممكن استخدام الاستبيانات لمجهولة الهوية مع المتطوعين للتأكد أن هناك دائما مرئيات وانطباعات تصل لهذه الجهة وبالتالي مفهوم الفيدباك والانطباعات والمرئيات تغطيك بالكامل لأنه أصلا الهدف الأساسي هو إحداث الأثر بشكل طيب ومتكامل ترجمة نانسي قنقر